موسيقى مرحباً لكم معزائي مشاهدي قناة البيار الفضائية لكارن لقائي يتجدد بحضراتكم في هذا البرنامج في موعده الثابت على طريق نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية في مجتمعنا الكريم يعلم متابع البرنامج أننا والأسبوع هذا هو التاسع على التوالي موضوع بحث البرنامج فيه من الثقافة القانونية موضوع قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل نقرأ ونشرح ما يحتاج إلى شرح وتوضيح من مواد هذا القانون قبل ما نذهب إلى هذا القانون اليوم مراسلنا أعدنا التقرير رح نشوفه بعد قليل التقرير يتعلق بشريحة جداً مهمة وكبيرة في نفس الوقت في المجتمع ألاوهم المتقاعدين وقانون المتقاعدين وطلباتهم ومعاناتهم رح نتكلم عنه إن شاء الله ونتابع التقرير ثم ننتقل إلى موضوع البرنامج هواتفنا وكما عودناكم ستكون مفتوحة أمام حضراتكم وستظهر أسفل الشاشة بعد قليل لاستقبال مكالماتكم مرد على أسئلتكم سواء تعلقت في موضوع الحلقة أو في أي شيء من شؤون القانون أهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامج في الثقافة القانونية أنا قلت إنه إحنا عدنا قبل أن ننتقل إلى موضوع البرنامج اللي من تسع حلقات نبحث فيه إلى قانون الإثبات عدنا موضوع المتقاعدين وعدنا تقرير أعدنا يا مراسلنا الزمن الجريخي مشكوراً يعني بانتقاله إلى الهيئة الوطنية للتقاعد وتحقيق عدة لقاءات مع المتقاعدين ومع المواطنين هناك ويعني نقل لنا معاناتهم ورح نتكلم عنها بشكل مختصر لأننا هذا الموضوع سبق أيضاً يعني أن أشرنا إلى عدة مرات وقانون التقاعد أصلاً اللي هو هسه نافذ قانون رقم 9 لسنة 2014 إحنا كلنا تناولنا في هذا البرنامج عبر عدة حلقات بالقراءة مادة مادة وشرح أحكامه والقانون رغم أنه يعني فيه هفوات رغم أنه فيه ما يحتاج إلى تعديلات إلا أنه قانون يعني عصري ومناسب والمفروض المفروض يكون يعني في التنفيذ في التطبيق هو المشكلة الآن في التطبيق يعني مو في القانون نفسه والمشكلة متعلقة يعني بصريح العبارة بعمل هيئة الوطنية للتقاعد مع جل الاحترام والتقدير لهم ولجهودهم اللي يبدلوها إلا أنه مطلوب من عدهم أكثر مطلوب من عدهم ما سنتكلم عنه إحنا التقرير جاهز رح نشوفه على مود ننتقل إلى الموضوع ابقوا يا أنا على هذا التقرير موسيقى هيئة التقاعد الوطنية هي المحطة الأخيرة التي يصل إليها الموظف في حياته يجلي ثمار خدمته التقاعدية براتب تقاعدي يضمن له معيشة كريمة شكاوي ومناشدات كثيرة تسبب الأذى للمواطنين ترجمة نانسي قنقر 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 روح شوي الضبارة سويت الضبارة إذن طبعت عليهم كان يقولوا لعيني قاعدة البيانات ماتك مو على الرافدين أنا قبل سنتين ناقريني بعشرة أما قلت لهم لعدوين قالوا عن رشيد روح عن رشيد قال أبويا قاعدة البيانات ماتك على الرافدين دفعت عشرة اطلعت هسه بالأخير رجعوني على الرافدين يابم وأنا مقدم سلفة عرافية قالوا ما عندك قاعدة بيانات صحيحة حتى عمي انت عرشيد وطلعت هنو باللخ عشرة لخ هسه قالوا أنت القاعدة البيانات ماتك الرسمي علي من الرافدين يوميا محاوليني واني واقف بس أنا شخصيا ما تحولت يعني من عبد محسن جلاب إلى جاسم علي عبد النعمة شكرا صار لك تركض واي المعامل صار لسنين سنين صار وما مكمله وهذا كرف قاتل أنا من محاولة النجف اجيت لي هنا لغرض أخذ راتب أخوي أخوي شهيد الراتب تتقاضى أمي أمي مرة كبيرة توفت 1999 فمن ماتت بالألفين انقطع الراتب إطلاقا ولحد الساعة ما أستلم راتب أنا رجال كبير يعني حتى ما عندي استعداد أنا أعيش وأعيش أختي وهاي أختي سقط يعني أنا تعبت حيلة تعبت ومن الراحة والجاية اصور أنا أداين فلوس في سبيل أجي أطلع الراتب لهذه المسكينة أخذ خمسين أخذ مية أخذ خمسين كل جاية يا رايح جاي وتم من محافظة النجب وما حصلت لحد الآن طلعوا لي كيكرت وطلعوا للهوية هاي الكيكرت وهاي الهوية باسم أختي يقولوا لي أنت ما تستحق قلت لهم ما يخالباني ما أستحق بس هاي السيكرت لازم تستحق الراتب قالوا لا الأخت ما يصير تستحق راتب أخوها نطالب من رئاسة الوزراء بالدفعة والنهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين يعني احنا تدري يعني وخدمنا هذا الوطن وخدمنا الشعاب ويعني من كل الأمور وهس يعني المكافأة مالتنا نطعنا ياها عشر ملايين بس ماكوا بس كلام يعني أنت وما يغارب مئة وخمسين أو مئتين نايف ضابط اثنين ونصف من العشر أصارت اثنين ونصف زيان اللي قاعد إيجار اللي طبيب يعني أربعمية احنا نطالب من رئيس الوزراء بأنه الراتب يكون ثمانمية شهريا شون أقران ناس عليهم دايداوون بالجيش يعني احنا خدمنا أنا عندي خدمة 22 سنة بل أربعة وثمانين خمسطة عشر أربعة وثمانين لبس الجيش تطوعت من المدرسة تطوعت فداء للوطن على شون مقدمت أنا تقاعد ظلمت تقاعد وهي بسمي أنا هستعنا أريد أريد فلوس عليها أسحبهن تسحبين سلفة عليها لحد الآن ما كملت المعاملة لها هستعنا هستواعدوني على السادس على شهر السادس أي تغبضين قالت للتعاي وانا أرجي منعدكم المساعدة وانا عندي وليدي مسجون بالناصرية إن شاء الله يوصل صوت الشر بالناصرية أي والله وبالضهم حالي ما جرالي ترجمة نانسي قنقر طوابير كبيرة من المراجعين يقفون أمام أبواب هيئة التقاعد ينتظرون دورهم في إنجاز معاملاتهم التي لم تنجز منذ أشهر طوال لقناة الديار الفضائية زمن الشريخي بغداد شكراً لمراسلنا زمن الشريخي على هذا التقرير الحقيقة كنت أجلس مع زمن قبل قليل أخذت فيها دقائق قبل أن أدخل للبرنامج وافتهمت من عنده حتى اللي ما انطرح أمام الكاميرا من عدد كبير من المتقاعدين اللي كانوا في باب الهيئة أو في ساحة الهيئة الوطنية للتقاعد إضافة إلى ذلك أنا أعلم والكل يعلم وحتى بعض الفضائيات نقلت هذا الحدث المتقاعدين كانت لهم مظاهرة ومظاهرة نوعاً ما هي كبيرة تعتبر يعني بالنسبة لهذه الشريحة من كبار السن والمرضى واللي هم متوزعين على كل مدن العراق وبعدهم وصعوبة الأحوال الاقتصادية لهم يعني حتى الوصول إلى بغداد والوصول إلى تظاهرة أمر يحتاج إلى مال ويحتاج إلى مصاريف وهم أكثرهم يعني مثل ما سمعنا من عدهم الآن رجل كبير رجل شيبة يقول أنا أقترض أقترض المصاريف اللي أوصل بيها للهيئة على مد أكمل المعاملة مثل ما رايديها من عندي الهيئة الوطنية للتقاعد أكثر وإحنا من أكثر السلبيات اللي يشاروا لها إنه معاملة التقاعد ده تستمر لما يقارب سنة أو ستة أشهر سبعة أشهر يلا تكمل هذه المعاملة طبعاً هاي خلال خلال هذه الفترة الغير معقولة راح تكون هناك مراجعات ومصاريف وهذا أمر مو منطقي يعني هي إحنا ما نقول كل المعاملات صح أكو بعض المعاملات ممكن تكمل خلال شهر أو شهر ونص أو شهرين وهو هذا المطلوب يعني والأفضل يكون بعد أقل من ذلك يعني تستوجب المعاملة أو يستوجب ظهور الراتب التقاعدي ووصوله إلى المتقاعد أو المستحقين إذا كان الراتب إذا كان المتقاعد متوفى يعني هذه وحدة من أهم الأمور أنه المعاملات دائماً تتأخر وهذا العمل طبعاً ما إلى يعني هذا الموضوع ما إلى علاقة بالقانون هذا إلى علاقة بعمل موظفي الهيئة الوطنية للتقاعد والدوائر الأخرى يعني إحنا ما نريد الهيئة الوطنية للتقاعد رهم كل الملاحظات على عمل موظفيها ومنتسبيها إلا أنهم مشكورين لأنه عليهم ضغط كبير ويبدلون جهد كبير والناس حتى المتقاعدين يذكرون لهم هذا الموضوع يعني رغم أنه يعتبون عليهم ويريدون أفضل بس يذكرون لهم أنهم يعني يعملون عمل جيد نعمل من عدهم ومن السيد رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد يعني أن ولهو ما مقصر يعني في هذا الموضوع أن يبدل جهود بعد أكبر والمفروض يعني المفروض أنه الإعلام يتمكن دائما من الاتصال بهم والاتصال بحتى مو فقط رئيس الهيئة بالموظفين الآخرين المختصين وأنا أعرف أنه يعني موقف الهيئة من الإعلام جيد هناك تعاون لكن يعني يكون أفضل وكان بعد بدرجة أفضل إذن هذه المشكلة الأولى هي أنه معاملة التقاعد صعب أنه تنجز وأيضا يعني هي تمر بأوضاع بحيث أنه كل فترة يكون هناك قصور في الراتب التقاعدي خلل عدم وصوله خاصة مع المنغصات التي يعاني منها المتقاعد في موضوع الكي كارد البطاقة هذه ما للاستلام النقطة الأخرى التي شخصت والتي حتى المتظاهرين من المتقاعدين أكدوها هو قلة الراتب والتي طلب والمتقاعدين يعني دائما يطلبون هذا الموضوع أن يكون الحد الأدنى يعني كي يحسم الموضوع أن يكون الحد الأدنى لا يقل عن 800 ألف دينار شهريا أما ما للآن لا يقل عن 400 ألف دينار شهريا فحقيقة هذا غير ملبي للغرض وإحنا شخصيا وكل وسائل الإعلام التي تناولت هذا الموضوع بل حتى ساد المسؤولين في الدولة على علم وعلى بينه أن هذا المبلغ يعني من الراتب قليل لا يوازي ما قدمه المتقاعد ولا ننسى أنه المتقاعد يأخذ حق التوقفات التقاعدية التي استمر يؤديها من رواتبة طيلة 15 سنة فما فوق يعني وصولا إلى 30 و35 وأكو حتى بعض العاملين من موظفي الدولة والعسكريين ورجال الأمن الداخلي من مرت على خدمتهم أكثر من حتى 40 سنة فهذا أمر مقليل هاي كلها كانت هناك توقفات تقاعدية ومن حقهم ومن حق المستحقين من ورثتهم أنه يأخذه فأهم نقطة هي أنه راتب المتقاعد يفترض أن لا يقل عن 800 ألف دينار شهرياً يعني أن تصرف مكافئة لمنتسبي الجيش السابق من المتقاعدين مكافئة نهاية الخدمة لأنه اللي أحيلوا على التقاعد من منتسبي الجيش السابق بعد 2003 ما أخذوا نهاية خدمة بينما اللي كانوا يحالون على التقاعد قبل 2003 كانوا يستحقون مكافئة نهاية خدمة الآن يعني صار الأمر أما أن يعطى راتب تقاعد وأما أنه يعطى مكافئة نهاية الخدمة يعني حقيقة حكى أكو بعض المتقاعدين واللي إحنا استبيلنا آراءهم حتى من اللي محالين على التقاعد قبل 2003 مو كلهم مستلمين المكافئة مكافئة نهاية الخدمة لذلك أنا أتعجب يعني على الهيئة الوطنية للتقاعد ليش يعني دا تصرف وكأنه المتقاعدين أرقام وليسوا أسماء وليسوا دوات هم دوات وهم ناس يعني أشخاص طبيعية المفروض إحنا القانون يتعامل مع الشخص الطبيعي كشخص طبيعي يعني هذه مسألة معروف يعني إذا هم عندهم دائرة قانونية المفروض يعرفون شنو معنى شنو معنى الشخص الطبيعي بالقانون بلغة القانون المفروض أنتو عدكم إضباره لكل متقاعد تتعاملون مع كل متقاعد وفقا لما مطروح في إضبارته يعني ما تتعاملون ويا الكل بنفس التعامل يعني اللي عنده خدمة 30 مو مثل اللي عنده خدمة 15 اللي مثلا خريج عنده بكالوريوس مو مثل اللي عنده ابتدائية يعني المفروض أربع أولاد يعني هذه المفروض كلها الزوجية والأولاد والعلاوات والشهادات هذه لحد الآن من 2003 لحد الآن عذرهم الهيئة الوطنية للتقاعد لما نسألهم يقولون هاي رادلها مراجعة وبالتالي احنا هذا عدد كبير من الأضابير ومن الملفات غير قادرين على أنه نرجع نرجعها مثل ما كانت لعنى شلون كانت قبل يعني شلون كانوا المتقاعدين قبل كل واحد يأخذ على قد استحقاقه على قد ما يعني سواء راتبه هو العلاوات مالته شهادته الأولاد اللي عنده نعلم كلها كلها حساب يعني احنا ما يصير هس انت اكو عالم يعني خدمتهم تتجاوز لال30 سنة وراتبه أربعمائة ألف زين هذا ليش أربعمائة ألف يعني إذا نحسب بس العلاوات مالته ماكو ما عنده شهادة ما عنده كدمتهم مثلا 16-17 سنة أو مثلا اللي بالجديد طلعوا بـ 25 سنة أو يعني هما أصلا حتى اللي طلعناهم متقاعدين خاصة من الجيش السابق ما طلعناهم مثل ما يعني هم مرادوا طلعناهم لأنه ما محتاجهم يعني وهذا مثل اللي يعني كأنه إقالة للجيش السابق كانت هذا لا بأس إذا هو دين انطيرات بتقاعدي فإحنا انطينا حق يعني وأكو غيره مثلا بعمر أصغر هسه هو أولى بأنه يعني يخدم العلم وبالتالي ياخذ استحقاق عليه لكن المفروض أنه تكون هناك عدالة وتكون هناك موازنة بين الاثنين احنا هذا الموضوع أصلا مو بس المتقاعدين العسكر أو لا حتى الموظفين المدني احنا مدني نحن نحن عن العسكر فقط الموظفين المدنيين أيضا يعانون نفس هذه المعاناة يفترض يفترض أنه الدولة العراقية كلها يجب أن تفكر بأنه الرواتب لا يمكن أن تكون متباينة بالشكل الذي هو هي عليه الآن يعني الآن احنا عدنا رواتب إذا نبدأ من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف عدنا الفرق بالرواتب يعني بعشرات الملايين مو بالملايين هسه احنا خل نترك المناصب السيادية ونلتفت للدرجات الوظيفية بقانون الخدمة المدنية أو قانون التقاعد العسكري أو قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي أو يعني هذه الطبقات اللي هي الأغلبية حتى ذول بيناتهم ماكن ماكن مساواة يعني موظفي وزارة النفط شكل وزارة التربية شكل ووزارة الزراعة شكل آخر ما عدنا إحنا ما عدنا سلة موظيف وبالتالي هو سلة موجود سلة موظيف واحد لكن لكن ما عندنا راتب واحد يعني أنت كل موظف حسب الوزارة اللي هو بها ممكن ممكن هاي تكون من ناحية المخصصات ممكن الضيف من ناحية الخطورة المهارة ما إلى ذلك لكن لازم يتساوون بشكل خل نقول حد وسط بياناتهم لا يمكن أن يكون التفاوت بهذا الشكل الكبير هسه هم حتى المتقاعدين يعني أكو متقاعد ياخذ هسه مثلا مليونيا وأكو متقاعد ياخذ أربعمية بالشهر أكو متقاعد ياخذ مثلا مليون ونص وأكو متقاعد ياخذ خمسمية بالشهر وشنو الاختلاف متعرف هم نفس الرتبة إذا كانوا عسكر نفس الدرجة الوظيفية إذا كانوا مدنيين لأنه هذا أحيل على التقاعد بعد الـ 2003 وهذا قبل الـ 2003 في حين أنا من لحد الآن أذكر لما قرأت القانون التقاعد وشرحت في هذا البرنامج نفسه في هذا برنامج الثقافة القانونية عام 2014 وعندي حتى الحلقات المسجلة مالتك يعني أم متأكد إذا إذا أجيب السبت القادم القانون التقاعد وأقرأه هو يساوي بين المتقاعدين كلهم ويلغي القانون يلغي كل قوانين التقاعد بالدولة العراقية سابقا ويقول أنه الكل المتقاعدين مشمولين بهذا وينهم مشمولين؟ يعني أنا بس اللي أطلبه هسه من السيد رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد خلي يرجع للقانون وخلي يرجع للأرقام اللي عنده وإذا شاف أنه الكل سواسية فخلي يصرح أنه الكل سواسية ما ممكن الكل مو سواسية مطلقا يعني إحنا عندنا أنواع من المتقاعدين الآن كل متقاعد يأخذ راتب شكل مثل ما عندنا درجات من الشهداء وهذه هم من المسألة يعني هي مو مضحكة حقيقة يعني مؤلمة أنه أنت أنت ما يصير تميز بين شخص وآخر خاصة أنه دولة موظفي دولة يعني هم كلهم اللي يستشهد قبل واللي يستشهد فيما بعد هو كل في خدمة هذه الدولة وحتى اللي مو موظف واستشهد هذه بالأعمال الإرهابية اللي اللي عانى من عندها البلاد وإن شاء الله ما إلها رجعة أيضا ذول الناس حتى ذولهم مختلفين يعني واحد مختلف عن راتب عن راتب الآخر فهذه يفترض أن تراعى أنا من الناس اللي ما أريد يعني حقيقة من تظهر الموازنة أكون مع الدولة في أنه لما نسمع 80% موازنة تشغيلية و20% استثمارية هذا أمر يحز بالنفس وهذا يجعلنا نيأس من أنه بلادنا رح تتطور أحنا مو مطلبيين لكن 80% من الموازنة خل نعرف سبب هاليش لن نعزوها إلى المتقاعدين وموظفي الدولة والرواتب الموظفين من صغار الموظفين بالدولة يعني إذا إحنا عدنا قوانين أخرى أهم ما يريد نتطرق لها يعني قد تكون يعني من وجهة نظر شريحة من المجتمع ضرورية لكل لحق في هذا البلد لكن يفترض المساواة يفترض أنه إحنا ريد ننطي امتيازات ورواتب المجاهدي مثل ما نسميهم رفحاء ننطيهم ما يخالف بس ما يكون أكو فرق بينهم ومبين المتقاعد بينهم ومبين الشهيد بينهم ومبين عائلة الشهيد الحالي هل سمريد نقول الشهيد قبل 2003 ما يصير فإحنا لو نرضي الكل بحيث أنه الكل يكونون لهم حق والكل يكونون يعخذون نفس الامتيازات ووفقا للقانون ووفقا للقوانين السائدة في هذا البلد من تأسست الدولة العراقية الحديثة ولحد الآن هذه قوانين ما وضعها نظام سياسي معين هي قوانين خدمة مدنية وقوانين إدارية ما لها علاقة بالحقبة السياسية اللي مرت بها احنا مكافأة الخدمة تكلمنا عنها هو ثبت لياه نقاط مراسلنا العزيز زمن أيضا الأوليات اللي تثبت الاستحقاق يعني هذه من الأمور اللي يدوخ بها المتقاعد روح جيب لي دفتر مال أسواق المركزية روح جيب لي دفتر خدمة روح جيب لي شهود روح روح دائرة المحاربين دائرة المحاربين حالها حال دوائر الدولة الأخرى افتقرت أو تفتقر إلى إلى كثير من الأوليات ومن الأمور يعني هو اللي يجرم من تدمير لدوائر الدولة وحرق ومهاربين يعني هذا أمر عام يعني احنا هسا المفروض نجد حلول يعني احنا ما ممكن واحد يقول روح جيبنا دفتر لأسواق المركزية دا نعرف هذا موظف لأبو موظف يعني وقليل وكثير مثل هذا يعني قبل قليل مخرج ما للبرنامج أستاذ هو هو أستاذ بالإعلام أحد تلاميذه ياخذ راتب أكثر منه ياخذ راتب تقاعدي أكثر منه يعني هذا شلون شلون هو إذا نجي من ناحية الماجستير غير البكالوريوس زين هذا شلون طلع تقاعد وراه وشلون قام ناخذ راتب أكثر من عنده يعني أمر مو منطقي ولا معقول هو هذا الفرق بين متقاعد قبل الألفين وثلاثة ومتقاعد بعد الألفين وثلاثة هذا يفترض أن يكون له حل أيضا موضوع بعض الأخوة المتقاعدين يقولون إحنا دا نتعرض إلى ابتزاز من قبل موظفي الهيئة الوطنية للتقاعد إحنا ما عدنا يعني دليل على ذلك إلا أنه هذا كلام يعني هذا كلام الناس اللي كانوا يعني في ذاك الوقت في يوم اللي راح المراسل مانا كانوا موجودين ونقلوا هذه الشكاوى إحنا اللي نأمله يعني من سيد رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد أنه يتأكد من هذا الموضوع وهو كل ما راح نتيح الفرصة للمراسل أو للمواطن أنه يوصل للي يريده بدون ممنوع وبدون هذا راح يكون هذا الأمر ممكن موضوع يعني أنه أربعة ملايين متقاعد بالقليل إحنا اللي نتكلم عنهم هذا أيضا يفترض أن ينظر له بعين الاحتبار موضوع المستحقين يعني حتى الناس تشكوا يقول لك يعني هذا القانون نفسه القانون رقم تسعة لسنة 2014 ليش يحرم بعض المستحقين يعني اليوم إذا موظف بالدولة العراقية عنده ولد خلينا نقول هذا الولد عمره عشرين سنة واحد وعشرين سنة مهم بالغ سنة الرشيد يعني هو مدى يصرف عليه الموظف هذا إذا الولد عاطل عن العمل وإحنا عندنا كل شباب عاطلين عن العمل إلا ما ندر يعني خلنا نحتيها بصريحة العبارة فمعناها الأب دا يصرف على ابنه وهو عمره مو واحد وعشرين لا عمره ثلاثين وخمسة وثلاثين ليش من يموت الأب هذا الابن إذا ما عنده فرصة عمل ليش ما يكون مستحق للراتب التقاعدي ليش مو الورثة كلهم يأخذون للراتب التقاعدي يعني على موض العمر مثلا هذا مو مبرر وأن نحرمه من عنده إذا كان موظف وإحنا متأكدين من عنده موظف ونوقع على تعاهد وإذا ظهر أنه موظف نحيلة محكمة ما يخالف هذا ما إلى حق بس غير المفروض إلى حق يعني حتى هذا قانون التقاعد رغم أنا يعني قلت أنه جيد هو يحتاج أيضا إلى تعديلات وفي موضوع الاستحقاق يحتاج إلى تعديلات كثير من ورثة المتقاعدين نحرمه من كونهم مستحقين لأنه على أساس أنه هذا بالغ سن الرشد عدة منطعة سنة المفروض يعمل طيب هو ماذا يعمل؟ هو إنسان عاطل عن العمل ومالعكس هذا كل ما يكبره هو عاطل العمل ويحتاج راتب أكثر أيضا الخدمة الخدمة يعني هسا كل المتقاعدين دي يقولون أنه الخدمة ما لها أثر يعني ما لها أثر بالراتب يعني أكو ناس خدمتهم أعلى رواتبهم أقل وأخيرا يعني آخر النقاط اللي أشارونا إلها موضوع سلف المتقاعدين يعني هاي السلفة اللي انطاها مصرف الرافدين ومصرف الرشيد للمتقاعدين يعني سلفة العشر ملايين يأخذون عليهم فوائد أربع ملايين ونص هذا حسب كلام الموظفين المصرف نفسهم وأكثر المتقاعدين والناس من حاجتها أخذت هذه السلفة الكثير منهم يعني يقولون أنه هذه راح تأذينا وهذه رواتبنا راح تقيل وما راح تكفينا لكن أخذوها من الحاجة إلها بعدين يعني اللي يعني ريد أقوله عبر هذا المنبر أنه هذا موضوع يعني يدخلنا في موضوع الحلوة الحرمة يعني الفائدة لما تكون أربعة ونص يعني شلون أربعة ونص على عشر ملايين يعني هذا راح يصير يدخل في الربا نحن عندنا بالقانون المدني العراقي عندنا الفائدة القانونية أربعة بالمئة وإذا كانت تجارية خمسة بالمئة شلون هذا نجعله أربعين بالمئة أو خمسة وأربعين بالمئة هذا أيضا موضوع يفترض يعني أن يراعى نحن حقيقة وقت البرنامج انتهو موضوعنا ما يعني لحقنا نتناوله في موضوع التقاعد وهو موضوع مهم فحتى ألقاكم الأسبوع المطبل أترككم بحظ الله ورعايته تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج ترجمة نانسي قنقر